لقاءات ومؤتمرات دولية عدة شهدها العالم مؤخراً من أجل معالجة مآسي السوريين المنهكين من الحرب لم يلمس السوريون أي نتائج إيجابية منها حتى اليوم خلال الإسبوعين الماضيين عقدت قمة حلف شمال الأطلسي والقمة الأمريكية الأوروبية والقمة الأمريكية البريطانية فضلاً عن القمة الأمريكية الروسية والقمة التركية الأمريكية والقمة الأوروبية وتناولت القمام التي شملت قوى كبرى ودولية وإقريمية ملفات عديدة بينها الملفات والأزمات الدولية ومنها الملف السوري حيث حضر فيها الملف الإنساني وغاب ملف الحل السياسي ونقشت أغلب القمام الوضع الإنساني في سوريا لا سيما بعد عزم روسيا استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار تمديد إدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الذي يتغذى منه أكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال الغربي للبلاد كما نقش في القمة الأخيرة في جينيب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين ملف المساعدات الإنسانية عبر الحدود لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف وتصر موسكو الحليف الرئيس لدماشق منذ بداية العام على إنهاء تفويض الأمم المتحدة كذلك تعتبر موسكو أن مرور المساعدات الدولية عبر دماشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة وفي الوقت الذي يشعر فيه السوريون بخيبة أمل مما نتج عن هذه اللقاءات الدولية رأى مراقبون أن هذه اللقاءات فرصة للحوار بين الدول الفاعلة ربما يسفر عنها شيء إيجابي فيما أمل آخرون أن تكون لهذه اللقاءات نتائج إيجابية وتحمل معها مرحلة جيدة للثورة السورية على الأسعادة السياسية والعسكرية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر